لعيب كورا، كوير، لعيب موهوب، واحد من الناس اللي حربوا عشان الاهل، واحد من الناس اللي عمل كل حاجة عشان يجي الاهل، واحد من الناس اللي اشتروا النادي، هو وليد سليمان، واحد من الناس اللي كان متمسك جدا جدا بحلمه ان يلعب جوه النادي الاهل لحد ما حققه، وقاتل بكل ما قوتي من قوة عشان يبقى موجود جوه النادي الاهل، ومش بس كده مش اكتفى بانه يبقى موجود جوه الاهلي لا هو ساب بصمة جاب بطولات جاب انجازات كتير جدا وكان مؤثر بشكل ملحوظ قوي 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 في كل البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي وعددها كبير للغاية في الحقيقة واحد من الجيل الزهبي يعرفين الجيل الزهبي مش محتاج ان انا اقول لحضراتكم عليه يعني او ده فعلا الجيل الزهبي في تاريخ النادي الاهلي الجيل اللي قدر ان هو يجيب يعني انجازات كانت غير مسبوقة الجيل اللي وصلنا للعالمية الاول مرة الجيل اللي هو قدر ان هو يعني يكتب اسمه بحروف من دهب داخل التاريخ النادي الاهلي في الحقيقة فمنهم واحد زي وليد سليمان بصراحة اخلص وتفانى وتقلق جوه النادي وبمناسبة ليه زي تريد ماركس كده او ليه مثلا زي علامات مهمة مهمة جدا في مسيرته مع الاهلي واهداف مرتبطة باسم وليد سليمان يعني فيه اهداف مرتبطة باسم تفتكروا مثلا جونة بوتريكا في الزمالك النطر اللي كان في الجونة بتاع 4-2 الاسست اللي عمله وليد سليمان ده ما يتنسيش مثلا ده ده احنا نتكلم على مستوى صمعة الاهداف لكن كم الاهداف اللي جابها وكانت مؤثر طب تعالنا نتكلم مثلا على بطولة الكومفدرالية اللي جبناها وليد سليمان هو اللي عمل العرضية اللي جاب منها نجم النجوم عماد متع بالهدف الهدف الفوز اللي خلاننا ناخد البطولة الاول مرة تخش النادي الاهلي واول مرة تخش مصر بطولة الكومفدرالية وليد سليمان اللي احرز اهداف جمالية بشكل جمالي بالمناسبة مش بيكتفي بس ان هو يحرز اهداف ده واحد اتولد عشان يلعب خورة بصراحة واحد دلوقتي عنده 37 او 38 سنة على مدار كل السنوات اللي فاتت موهبة من المواهب فهو حاوي مهريا عالي بدنيا عالي جدا مهتم جدا 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 باهدافه بص الجن ده مثلا لا انا فاكرا اول موسم ليه في الاهلي كان جاب جن برضه شبه ده اعتقد كان فين في الاتحاد بيننا اللي اسمعيني حقا كده يعني لا يعني وفي نفس الوقت لعب كبير جدا 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 ارتبط بالاهلي والاهلي ارتبط به وجمهور الاهلي ارتبط به بشكل كبير قوي وحبه بشكل كبير جدا عشان مخلص للنادي وعشان في نفس الوقت موهبة موهبة كبيرة قوي اللي عاجبني كمان في وليد ان هو قتيل على كل كرة واحد ما بيخافش على نفسه هو بيلعب فهو بيلعب روح عالية جدا قوي قوي ممكن جسمه قليل شوية او يعني مش طويل مش اللاعب الطويل الضخم لا هو بيلعب لعب قوي لعب رجولي ده اللي متعودين عليه ده من وليد سليمان بص دريبل والاستلام موهبة هنفتقدها بصراحة بصراحة موهبة هنفتقدها وليد سليمان فربنا يوفقه النهاردة يعني بيختم او بيكتتم مشواره بشكل رسمي اي ان كان حتى لو مش موجود مع الفرقة لكن خلاص موسم وليد سليمان انتهى بالتالي قرار الاعتزال بيتفعل بشكل رسمي وليد سليمان بيعتزل لعبة كرة القدم اللي حبب ناس كتير جدا فيها من الأجال الجديدة واللي ساهم فيها بشكل كبير جدا واللي كتب تاريخ باسمه بشكل واضح في النادي الأهلي فنتمنى له يا رب كل التوفيق في خطواته المقبلة سواء على السعيد الإداري السعيد التدريبي السعيد التحليلي ايا كان ايا كان اللي هيختاره ايه ربنا يكرمه يوفقه وان شاء الله بإذن الله يفضل دايما مرتبط كده بالأهلي وجمهوره بيكتسب احترام الجميع يعني في الحقيقة فشكرا وليد سليمان وشكرا على كل اللي قدمته للنادي الأهلي وشكرا على المجهود الكبير جدا والعرق الكبير والتعب اللي كان ملموس ومنحوص جدا من خلال مشاركاتك على مدار مواسم كتير جدا مع النادي الأهلي وان شاء الله موفق دايما فيه خطواتك المقبلة لعب مهم جدا وارتبط به جمهور النادي